أهلا بكم في صفة أو هدية أو ميزة أو موهبة أو شيء ما تقدر تخلي الإنسان يرمي ورداره ويبدأ من جديد الحقيقة لو هتمنى صفة واحدة من الدنيا مش عندي هتكون هي الصفة دي لدماغنا ولا قلوبنا البشرية حمل إن كل ماتش يعد عليك يحفر نفق كبير جوا نفسك لا بيسده نسيان ولا بيملاه غفران رجعنا من أول وجديد نجيب الآن الحزبة عشان نحسب موقفنا المتنية البينيلة في المجموعة المتنيلة بستين ألف نيلة فوق دماغنا عموماً السؤال حد يعرف دكتور عيوني يكون كويس؟ بقالي فترة مش شايف أحمد السيد زيزو على الإطلاق مع العلم إن يعرف إن كرة القدم لعبة جماعية وإن سكوايد الزمالك انحضر بشكل كبير آخر سنتين وإن زيزو أصبح المتنفس الوحيد لخط هجوم نادي الزمالك وإنه بيتكلف بمهام مش مهامه على الإطلاق وإن من الغباء والعيب إن إحنا اللوم لعب على عيب في منظومة كلها عيوب زيزو مش زيزو برضو على الإطلاق ده من الآخر عموماً ركز معي في الكلمتين اللي هولهم لك دول واحد حكم لقاء الزمالك والمريخ حكم الماتش ده ضعيف الشخصية بس الزمالك ما كانش ليه ضربات جزاء على الإطلاق زي بالظبط إنه ما كانش عليه ضربة جزاء في أول ماتش أمام البلوستاد رقم اتنين جوزفالد وفيريرا شوف لك تربة جتلمك يا جدي شوف لك تربة جتلمك يا جدي فيريرا منازل أشرف روها في ديئة 86 أنت في مخيلتك وعبقريتك وخبرتك في التدريب تتوقع ممكن روها مدريتش ينزل يعمل ايه ويغير الجيم ازاي يا راجل صلى على النبي سبحان الله وعلى النقيد تماما أنا مش هنتقد الراجل ده تاني على الإطلاق ليه بص يا باشا عالدكة بص يا باشا عالدكة وقلقي نظر عليها مفيش لاعب على دكة بدلاء نادي الزمالك يقدر يصنع الفرق يقدر يشد الفرق الملعب الخصمة على الإطلاق اللي يقدر يعمل الحوار ده زيزو الشيكابالا واللي اتنين أساسا كانوا في الملعب دون المستوى وباقي الفريق كله على اللحكايتهم تلاتة الزمالك كان يقدر يحصل على الثلاث نقاط بمنتهى السهولة لو في جدية وإصرار وعزيمة أكتر من اللي احنا شفناها أربعة اللي بيحصل ده كله نتيجة صفقات صيفية دون المستوى وصفقات شيطوية ما تأيدتش أساسا لحد دلوقتي بيجنس ماركو كل ده الجمهور فقط لغير هكذا هي الحياة لا البدايات التي نتوقعها ولا النهايات التي نريدها